امسية طيبة للجميع مشاهدين الكرام وهنا بكم إلى هذا اللقاء تنبيه من المستوى الثاني ساري المفعول خلال امسية اليوم حتى خلال يوم الغد عن تواصل لطهات الأمطار بكميات معتبارا قد تصلاعية 50 مم خاصة على الوجه الوسطى والشرقية تواصل كذلك لتساقط الفلوج على القمم الجبلية الداخلية من الغرب نحو الشرق التي يزيد علوها 800 متر خلال يوم الغد الجمعة ان شاء الله مسلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما اضطراب جوين نشط الفعلية مرفوق بأمطار على شكل زخات رعدية ستخص تقريبا جل السواحل الأمطار مرفوقة كذلك ببعض حبات من البرد خاصة على السواحل الوسطى والشرقية تواصل كذلك لتساقط الثلوج على المرتفعات الداخلية التي يزيد علوها 800 متر خاصة المرتفعات الوسطى وكذلك الشرقية ستخص شمال الصحراء سبع درجات دون الصفر خلال ليلة اليوم وخاصة صباحة الغد على البيض درجتين دون الصفر على تيارة خمس درجات دون الصفر على باتنا ست درجات كذلك دون الصفر على سطيف قسنطينة مقاييس ما بين أربع درجات نلعيد ست درجات وهذا على السواحل درجات الصفر على بشار وغردية 14 درجات على أقصى الجنوب أما خلال ظاهرة الغد إن شاء الله درجات الحرق سوى دائما في تراجع تقص بارد تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة المرتفعات والهضب ننتظر ثلاث درجات فوق الصفر على البيض سعيدة وأفلو خمس درجات على الجلفة والغواط ست درجات على تيارة وسطيف ست درجات على كل منتزي وزول بويرة وحتى على باتنا مقاييس ما بين 11 درجة إلى غير 13 درجة على السواحل تقريبا نفس المقياسة الغردية بسكر المغير والتوكورت 10 درجة على تيندو 17 درجة على الصحراء الوسطى 21 درجة على أقصى الجنوب بتحديد على إنجزام البحر خلال يوم الغد يبقى قليل اتراب لمطر محليا خاصة على السواحل الشرقية بينما قليل اتراب على السواحل الوسطى وحتى على السواحل الغربية رياح ضعيفة غربا وحتى على السواحل الوسطى لكن معتدلة شرقا لا تتعدى 40 كم في الساعة غرب الشمس اليوم الغد إن شاء الله على موصل العاصمة سيكون بحول الله في تمام السادسة وثمان دقائق أشكركم على المتابعة أمسي طيبة للجميع في أمان الله